أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول كثير من اليهوديات والنصرانيات في بلاد الغرب يتبنون العلمانية وكثير منهن لا يؤمن بالله واليوم الآخر يقول كثير من اليهوديات والنصرانيات في بلاد الغرب يتبنون العلمانية وكثير منهن اليوم لا يؤمن بالله واليوم الآخر فهل يجل الزواج منهن باعتبار أن اسمهن من أهل الكتاب نعم الله جل وعلا أباح الزواج منهم وهو يعلم ما هم عليه وهم في نزول القرآن يقولون إن الله ثالث ثلاثة إن الله هو المسيح بن مريم المسيح بن الله ومع هذا أباح الله التزوج منه فمن تدين بدين اليهود والنصارى فهو كتاب يجوز التزوج من كتائه وأكل ذبيحته لأن الله أباح ذلك نصفا في القرآن لكن بشرط يتزوج العفيفة بشرط أن تكون يتزوج اليهودية والنصراني بشرط أن تكون محصنة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب محصنة يعني عفيفة في عرضها ما تكون مسافحة وإنما تكون عفيفة في عرضها نزيها في عرضها إذا كانت نزيها في عرضها وهي كتابية جاز بالمسلم أن يتزوجها وفي ذلك مصالح يعلمها الله سبحانه وتعالى وكذلك يشترط في الزبيحة أن يذبحوا على طريقة الشرعية أما إذا ذبحوا في الصعق الكارباء أو بالماء الحار أو غير ذلك هذا لا يحل حتى لو فعله مسلم لا يحل كذا إذا فعله كافر لا يجوز هذا نعم نعم